باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لوفد موسع رفيع المستوى من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونجرس الأمريكي طيب هذين الوفدين بيضم السناتر لينت سايجرهام عضو مجلس الشيوخ وسناتر روبرت منديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ده بالإضافة طبعا لعدد من مسؤولي وعضاء اللي جان في مجلسي نواب والشيوخ بحضور سامح شكري وزير الخارجية الحياة اللقاء شاهد تأكيد على قوة ومتانة الشراكة الاستراتيجية الممتدة منذ عقود بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية والأهمية اللي بتوليها الدولتين لتعزيز علاقتهم على جميع المستويات سواء كانت الرسمية أو البرلمانية والشعبية خصوصا في ظل الواقع الإقليمي والدولي المطارب وما يفرز من تحديات متصعدة وأزمات عالمية سواء كانت في الغزاء أو الطاقة التمويل وطال تأثيرها طبعا العديد من دول العالم هذا الحوار دار يعني هو حوار مفتوح دار بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وقيادات الكونغرس الأمريكي تطرق إلى سبل تعزيز العلاقات التنائية بين الدولتين خصوصا على صعيد الاقتصادي وتعزيز استثمارات الشركات الأمريكية في مصر وتمت الإشادة بجهود التنمية الشاملة الجارية في مصر خصوصا على صعيد تحديث البناء التحتية وإنشاء المدن الجديدة وقطعات البترول والغاز والطاقة المتجددة والخضراء واستصلاح الأراضي الزراعية مش بس كده تنول أيضا النقاش جهود مصر في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وتعزيز حقوق الإنسان وإرساء مفاهيم وقيم التسامح الديني وثقافة التعايش ومبادئ المواطنة أما على صعيد القضايا بقى الإقليمية والدولية فتم التباحث حول العديد من الملفات كان على رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية وتدعيتها الجيوسياسية والاقتصادية وسبل تعزيز السلم والأمن الدوليين ده إلى جانب المستجدات على الساحة الإقليمية واللي بتمر به طبعا المنطقة من أزمات خصوصا السودان ليبيا سوريا كل هذه الملفات كانت أيضا محل نقاش بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والوفد الأمريكي وتم التوافق حول أهمية الإسراع في التوصل لحلول سياسية لهذه الأزمات بما يحافظ على وحدة الدول ويصون سلامة أراضيها ومقدرات شعوبها والتأكيد على أهمية الدور المصري الإيجابي والحيوي في هذا الصدد مش بس كده كمان تطرق اللقاء لتطورات المفاوضات الجارية حاليا بين مصر وإثيوبيا والسودان وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف مصر بشأن الالتزام بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح وشواغل الدول الثلاث تناول أيضا لقاء تطورات القضية الفلسطينية أشاد الوفد الأمريكي فيها بدور مصر المحوري على المستويين التاريخي والراهن في إرساء أسس السلام في الشرق الأوسط وتعزيزه كمان أكد الرئيس على موقف مصر الثابت بهذا الخصوص بضرورة دفع الجهود الدولية للتوصل لحل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وده اللي هيفتح الأفاق الرحبة للسلام دائم وأمن وتعايش سلمي وإزدهار لجميع شعوب المنطقة لسا مكملين مع حضراتكم في أخبارنا